طيب هيا وحنا نتابع أيضا الحوار الوطني في كذا عامل مهمين جدا أولا فكرة تمثيل كل الأراء وكل الأطياف للشعب المصري أيضا فكرة الشفافية من خلال إذاعة هذه الجلسات شايف حتى الآن لأي مدى قدر ينجح الحوار الوطني في تحقيق هذه الأهداف لازم أشكر طبعا فخمت الرئيس تاني أن الاستجابة ديت بتوصل رسالة معينة للمصريين أن الرئيس مهتم بالقطاعات كلها اللي المصريين بتكلموا فيها يمكن الحوار الوطني كان بناقش أضايا اجتماعية أضايا سياسية ناقش موضوعات في ملف الانتخابات ملف الصحة ملف الاقتصادي الاستثمار الصناعة ما فيش ملف ما تمش منقشة أراء الناس فيه الاستجابة ديت بتأكد برضو رسالة أن احنا في جمهورية جديدة مبنية على الشفافية أراء الناس مهمة أراء الناس كلها مهمة مشاركة التواقف المجتمع كلها في الحوار الوطني دي مشاركة مسميرة جدا مشاركة فعالة ما أعتقدش أن فيه ممكن يعني في تاريخ مصر حصل أن يكون فيه حوار وطني للمدة طويلة زي كده بيشارك فيه جميع المصريين جميع الأراء جميع التواقف يعني في حلال الفترة اللي شفناه دي كلها لأ وكان فيه اختلافات كتيرة حول قضايا كتيرة وده المهمة صحيح قضايا كتيرة جدا فيه قضايا زي حقوق الإنسان تم نقشتها بمفاوضية عدم التمييز يمكنني من حاجات التوافق عليها الجميع قضايا في ملف الصناعة التوافق عليها كتير قوي قضايا في ملف الانتخابات أهل قائمة نسبية كاما مطلقة كاما مختلطة ما فيش موضوع أعتقد ما تمش نقشته ما ده المحليات ده مهم أو كل جهة الجاية أو كل شخص كان بيعبر عن حزب مثلا كان جاي بمقترح خاص بالحزب مختلف عن الآخر لكن في النهاية بيصلوا الجميع بيصل إلى صيغة توافقية همها أو هم حاجة فيها أن هي تحقق مصلحة الوطن وده المهم زي ما لقد حقيقت كده الميزة في الحوار الوطني إنه هو كان بيخاطب كل القطاعات اللي مصري موتمين بيهم يعني كان فيه إحساس بالشارع المصري إحساس بالمواطن المصري مواطن محتاج إلى الفترة الجاية الاقتصادي ناقش كل حاجة غلى الأسعار الأزمة الاقتصادية التضخم كل حاجة تمت منقشة كل المواضيع المتعلقة بالمواطن المصري ده تم منقشته في كل المحاور الاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية كمان الموضوع الملف المرأة الموضوع الملف الشباب ما فيش يمكن ملف ما تمش تخطيته في الحوار الوطني